سأحدثكم اليوم عن حالة التخبط وحالة عدم اليقين العميقة التي تسود أوساط السياسيين الأمريكيين وفي العالم أجمع حول مستقبل وأولويات السياسة الخارجية الأمريكية في هذا السياق سيداتي أريد أن أشير أولاً بأنه حتى عام 2012 كان سمت توافق بين الحزبين حول ما هو جيد لأمريكا في السياسة الخارجية وما هو سيء كانت الشيوعية هي السيء كان الاتحاد السوفيتي هو الخطر وكان هناك توافق على منظومة بريتون وودز التي قامت على مقايضة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على اختلاف انتشارهم الجغرافي على أن تفتح أمريكا أسواقها أن تحمي خطوط النقل البحري مقابل ذلك أن يتم دعم عملية الرفاه في هذه البلدان ومقابل ذلك أن تكون هذه الدول وتقف مع الولايات المتحدة وأحياناً أمامها في العداء الشيوعية والاتحاد السوفيتي ولكن حتى 2012 استمر بحكم العطالة نوع من الأولويات المشتركة بين الحزبين هذا الأمر تبدل تماماً منذ سلاسة رؤساء على مدى سلاسة رؤساء أمريكيين بدءاً من أوباما فالترامب فبايدن كلهم كانوا يسيرون بشكل تكتيكي ويبنون سياسات بدون رؤية متوافقة عليها بين الحزبين يمكن أن تشكل أساساً لستراتيجية متكاملة بالرغم من أن الدولة العميقة بالرغم من أن المؤسسة الأمريكية الأساسية الجوهرية العسكرية والأمنية والستراتيجية لديها مؤشرات وتوافقات ولكن فيما يتعلق بالرئيس فيما يتعلق بالكونغرس فيما يتعلق أيضاً بالحزبين أستطيع القول بأن هذا التوافق لم يعد موجوداً كان الحزب الجمهوري هو الحزب الذي يتولى رسم هذه السياسة وكانت ديمقراطيون بخلافات متفاوتة بالنتيجة يقررون ما يرسمه الجمهوريون فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ما جرى في الحزب الجمهوري هو أنه لم يعد كان هناك كتلة من محافظي الأمن القومي كان هناك كتلة من المحافظين في السياسة الخارجية متوافقين ويشكلون النوار الرئيسية في التخطيط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري هذه النوارات قد تم استبعادها تدريجياً ولكن بشكل أساسي بعد وصول الرئيس ترامب إلى سدة السلطة في الدورة السابقة الآن كما نشاهد أنه حتى بعض فصائل الحزب الجمهوري تجد نفسها أقرب إلى روسيا أقرب إلى كوريا الشمالية أقرب إلى الصين أقرب إلى إيران ولذلك أنا أميل للقول بأننا سنشهد حالة تخبط كبيرة في السياسة الأمريكية جوهرها هو الآتي الرئيس ترامب لم يتبدل شخصياً لديه انطباعات أولية حول كيف يجب أن يكون العالم أو كيف يجب أن تنظر أمريكا إلى العالم ولكن المهم الأساء والجوهر هو القوى التي جاءت به إلى السلطة وهذه القوى يمكن تقسيمها إلى سلاس معسكرات القسم المعسكر الأول هو القسم المتعلق بالمحافظين المتدينين والذين ينظرون إلى العالم بطريقة عزالية كاملة الكتلة الثانية هي كتلة الأمن القومي أو ما تبقى منها في الحزب الجمهوري ولكن هي تجد من الضروري أن تحتضن ترامب من أجل أن تتمكن من ضبط سلوكه وتوجيهه في الاتجاه المناسب والكتلة الثالثة هي كتلة الهايتك ويجب أن أشير بشكل عارض بأنه لم يعد في العالم سمة مجمع عسكري صناعي كما كان في السابق هذا المجمع يضمحل ولكن عملياً كل الاقتصاد الأمريكي والصيني واختصاد الدول الكبرى كله يتحول إلى اقتصاد مزدوج الاستخدام يمكن أن نعتبره عسكرياً يمكن أن نعتبره أيضاً مدنياً حتى الموبايل في اعتقادي هو أن هذا الآن لم يعد مجرد أداة مدنية وفي هذا الإطار نستطيع القول بأن هناك سنمر ببعض التناقضات بدأ يظهر الآن ولكن هذه التناقضات لم تتبلور لذلك أتوقع الكثير من التردد الكثير من الخطوات التكتيكية التي لا يقف رأها رؤية استراتيجية على سبيل المثال إيلون ماسك الرجل الأعمال الكبير في الولايات المتحدة والذي بلا شك أنجز عدد هام جداً في مجال الأعمال نجاحات كبيرة وفي مجال تجميع عناصر الإبداع في المؤسسات الأمريكية فاعتقادي أنه عملياً الآن له تصورات عن السياسة الخارجية تختلف عن عدد كبير من الأشخاص الآخرين المنضمين الآن وبقوة إلى داخل الفريق المحيط بترامب إيلون ماسك هو الشخص الوحيد في العالم الذي يمتلك معملاً يمتلكه مئة بالمئة على الأرض الصينية ويقدر بمليارات الدولارات ولذلك هو لديه تعاطف أصيل مع التجربة الصينية وهو بالتالي سيسعى أن يجر الأمور في اتجاه تهدئة الصدام وتخفيف كلفة التوجه الذي يعمل عليه ترامب من أجل المجابهة مع الصين بالمقابل هناك صقور متمترسين أقوية داخل الإدارة المقترحة ولديهم ماضي طويل في موقف من الصين بما فيها موقف طبعاً الرئيس ترامب نفس الشيء في اعتقادي يمكن أن نعكسه على الموقف من إيران ذات الشيء يمكن أن نعكسه على الموقف من روسيا وبالتالي ما يمكن تتبلور عليه الأوضاع الآن هو سنجد حالات يقدم فيها ترامب على مبادرات رئيسية واستراتيجية من أجل تطبيق سياسات ولكنه في هذا الظرف وضمن هذا المناخ السائد حوله في الفريق المحيط به سيجد تناقضات كبيرة وسنجد أيضاً القضية الجديدة التي تدخل على الخط هو أنه لا يوجد توافق مع الجمهوريين في الكونغرس فهل ستكتمل التدابير من المعروف أن بالسياسة الخارجية إما أن تكون هناك مقاربة متكاملة كل التفاصيل تخضع لها بشكل هرمي وإما أن تكون السياسة متخبطة من الواضح أن هناك توجس توجس ليس فقط صيني توجس إيراني توجس روسي وهذا الأمر لأن ملامح الصيغة التي يتصورها الرئيس ترمب والذي يقول أنه سينجز سلاماً في العالم ولكن أنا أريد أن أضرب مثالاً أخيراً هو أن إذا بقيت الأمور على ترمب وحده بدون وجود فريق متكامل زرؤياً منسجمة حوله فهو كسيراً نزق هو وعد بأن يؤمن إعادة تأهيل كوريا الشمالية في المجتمع الدولي والتقى بكيم جونج أون ولكن سرعان موجهة له صفعات منه عبر إطلاق صواريخ تهدد الأراضي الأمريكية لذلك أنا هنا أعود فأقول بأن ما نجده الآن هو حالة من التخبط في التوجهات وحالة من الصراع هذا الموضوع لا يضمن فقط صراعاً حول مجرد آراء وأفكار بل يحمل معه مخاطر اقتصادية وفرص اقتصادية بمليارات الدولارات وبالتالي تقف فراءه كتل سياسية واقتصادية كبيرة وباعتقادي الآن كل ينبغي أن نكون متحفزين في إطلاق الأحكام المسبقة والاعتقاد أن ترامب تغير ما يتغير هو الصراع هو القاعدة التي جلبته إلى السلطة والتي عملياً الآن في حالة صراع واضح المعالم ويشمل عدة عقد من عقد القرار السياسي الأمريكي آملوا أنني كنت مفيداً وأشكركم على المتابعة على بودكاست النهار